هل تريدون أن تفحصوا أنفسكم بموازين صاحب الزمان بموازين محمد وآل محمد هل تريدون أن تفحصوا أنفسكم هل أنتم من الشيعة المرتدين أو لا فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قد ارتدوا عن دينهم والذين ساروا على منهجهم هم أيضا قد ارتدوا عن دينهم الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان عدوا إليه بأنفسكم أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر حينما تقرؤون الأدعية وزيارات هل تتدبرون فيها دعاء الندبة الشريف ماذا يقول ونحن نخاطب إمام زماننا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين المؤمل لإحياء الكتاب هناك عملية إحياء للكتاب ماذا يقابلها؟ هناك عملية إماتة يعني أن الطرف الذي يقابل الإمام قام بعملية إماتة للكتاب أماته أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ فالإمام آت بعملية إحياء للكتاب وحدوده ما المراد من حدوده؟ هل تتوقعون أن المراد من الحدود هنا مثلا حد الزنا وحد سرقة هذه المطالب جزئية ليست لها الأولوية هناك أولوية يتحدث عنها دعاء الندبة أولوية جاءت معطوفة على الكتاب نفسه فهل إحياء الكتاب بإقامة حد الزنا مثلا وحد السرقة إحياء الكتاب بإقامة معارفه وأسراره بتحقيق حقائقه أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ ما هي حدود الكتاب؟ بشكل سريع سأعرض لكم حدود الكتاب الحد الأول من حدود الكتاب الحدود هي النهايات التي يصل إليها مضمون الكتاب هذا الكتاب الذي أماتوه وأماتوا حدوده ومر علينا من أن الإمام الحجة يبدأ بكذابي الشيعة يبدأ بدجالي الشيعة الإماتة الإماتة إماتة في الواقع الشيعي إنها هي هي التي تحدث عنها إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الحد الأول من حدود الكتاب ما جاء في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا هو الحد الأول من حدود الكتاب إذا أردنا إحياءه فلابد أن يبدأ الإحياء من هنا وإذا أردنا إماتته فلابد أن تبدأ الإماتة من هنا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء أمات الكتاب ولذا هم في مواجهة الذي سيقوم بإحياء الكتاب وفعلوا ذلك عمدا مثل ما وصفهم صلوات الله وسلامه عليه ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الحد الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عمليا مراجع النجف وكربلاء في تفاسيرهم في تفاسيرهم على الإطلاق لم يراعوا هذا الحد وأعطوا للتأويل معنا بعيدا عن المعنى الذي يتحدث عنه القرآن جعلوا التأويل معنا ثانويا الله يقول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهِ يعني حقيقته تأويل الشيء أن نعود به إلى أوليته إلى حقيقته فهل القرآن يقول من أن المعانية الثانوية لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم هل هذا الكلام منطقي أيه تبلاغة هذه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تأويله تفسيره الحقيقي العودة به إلى أوله إلى أصله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ هذا الحد الأول من حدود الكتاب الحد الثاني هذا الجزء الأول من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة التاسعة والعشرين الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ كان إثمه عليه يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر هذا منطق السقيفة بن ساعدة هذا منطق النواصب اللعناء منطق آل محمد هو هذا من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ كان إثمه عليه والاجتهاد عمل بالرأي الحديث السادس عن عمار بن موسى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحكومة عن القضاء الحكومة القضاء سئل عن الحكومة عن القضاء قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر يعني من اجتهد من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر يعني من قام بقضاء شرعي واعتمد على اجتهاده ورأيه فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر أعيد قراءة الرواية عليكم عن عمار بن موسى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحكومة عن القضاء فقال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر في الصفحة الثلاثين الحديث الثاني عن المعمر ابن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول قال أبي قال الباقر إمامنا الصادق يحدثنا عن الباقر وإنما يحدث الأئمة عن الأئمة كي يلفت أنظارنا إلى أهمية الحديث من أنهم قد تحدثوا بهذا المضمون جميعا ماذا قال إمامنا الباقر وماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليهما ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر هذا الذي يتحدثون عنه من أنهم يفسرون القرآن بالقرآن ما كل الفضائيات الشيعية تتحدث في برامجها القرآنية بهذا المنطق هؤلاء كفار بحسب محمد وآل محمد هذه الفتاوى من محمد وآل محمد وليست من المراجع الثولان في النجف قطعا لو كانت هذه الفتاوى صادرة من هؤلاء المراجع الثولان في النجف لقدسوها ولعملوا بها لكنها تصدر عن الباقر عن الصادق يدوسون عليها بأحديتهم الإمام الصادق يقول قال أبي الباقر ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر بالضبط هذا هو منهج الطباطباء في الميزان إنه يفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن أحاديث العترة الطاهرة أنا لا أعترض على تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهج العترة إنما أعترض على هذا المنهج الكافر الأئمة يقولون عن منهج الطباطباء في الميزان حينما يفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن منهج العترة في التفسير كل التفسير الشيعية في الكتب على المنابر في الفضائيات يفسرون القرآن بهذا الأسلوب بهذا المنهج والأئمة يقولون ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر لم يؤجر وهو كافر أكثر وإن أخطأ كان إثمه عليه هذا هو الحد الثاني من حدود الكتاب الحد الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الحد الثاني الراسخون في العلم هم الذين قالوا لنا ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر من فسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر هذا هو الحد الثاني الحد الثالث وهو الحد الأعظم إنها بيعة الغدير أقرأ عليكم ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير التي تجتمل على مواثيق البيعة أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة سبعمية وسبعة وستين هذا المثاق أخذه رسول الله علينا وعلى هذا بايعنا معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي هذا هو ميثاق بيعة الغدير معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي قطعا هذا جانب منها إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لنا في نهج البلاغة الشريف أقرأ عليكم من الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة خطبة مية وثمانية وخمسين صفحة مية وثمانية وخمسين إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه حاولوا أن تصلوا إلى تفسيره ولي ينطقه لن للنفي التأبيدي لن تصلوا إلى تفسيره ولكن أخبركم عنه هذا هو تطبيق لنفس مواثيق بيعة الغدير ذلك القرآن فاستنطقوه جربوا جربوا أن تفسروه ولي ينطق لن للنفي التأبيدي لن ينطق أبدا بينما مراجع النجف وكربلاء يقولون إننا نستنطق القرآن من أم أمير المؤمنين هكذا يقول إنني أخاطب آيات الله العظمى لا أخاطب الحمير الصغار المعممين الصغار أخاطب الحمير الكبار الذين ينقضون بيعة الغدير ويقولون من أننا نستنطق القرآن حين الحظ أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي عذوا للغبران البنجف كربلة اطلعون علم ما يأتي من القرآن مطيع الله حظم حظ عقوله ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم هؤلاء هم داؤنا مراجع النجف وكربلة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف هؤلاء هم داؤنا ومرضنا مرضنا العضال هؤلاء المراجع ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم وفي موضع آخر سيد الأوصياء يقول في الخطبة الخامسة والعشرين بعد المئة خطبته وكلامه المرقم مئة وخمسة وعشرين صفحة مئة وتسعة وعشرين هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين خط خط مستور لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال من هم الذين ينطقون عنه تعالوا كي نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطبهم من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودع لحكمته وتراجمة لوحيه هؤلاء هم تراجمة الوحي وليس الغبران الذين في النجاف وليس هذا ألوائل الجاهل بحقائق القرآن وفقا لثقافة العتران ولا هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقلدونه تراجمة الوحي هؤلاء محمد وآل محمد هكذا نخاطبهم وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودع لحكمته وتراجمة لوحيه وماذا نقرأ أيضا في زيارة آل ياسين ونحن نخاطب إمام زماننا فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه فصاحب الزمان هو ترجمان القرآن السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه وترجمانه هكذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال إنه محمد وآل محمد وفي نهج البلاغة أيضا يخبرنا أمير المؤمنين عن أن صاحب الزمان في زمان غيبته الكبرى يوصل التفسير إلى أوليائه المخلصين أمير المؤمنين في خطبته المرقمة 150 صفحة 148 وهو يتحدث عن الغيبة الكبرى وعن الفتن العظيمة وعن الإمام الغائب الشاهد في سترة عن الناس صاحب الأمر لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم من الشيعة شحذ القين النصل القين هو الحداد تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم إنه صاحب الأمر لو كان مراجع النجفي وكربلاء من الأولياء المخلصين لصاحب الأمر لرمى في مسامعهم بالتفسير بسامعهم طائحهم ذهبوا إلى المنهج العمري وكتبوا تفاسيرهم أن صبية القذرة بعيدا عن إمام زمانهم لو كانوا نوابا لصاحب الزمان كما يقول هؤلاء الدجالون الكذابون السفلة لو كانوا نوابا فعلا كما يقولون لرمى الإمام بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ولتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم لكننا لا نرى شيئا من ذلك على طول تأريخ هذه الحوزة السفيهة التي ما أنتجت لنا منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين إلا السفاهة والسفهاء الأشخاص سفهاء وما ينتجونه لنا ينتجون سفاهة وحقارة فأبعدوا أجدادنا وآباءنا وأبعدونا عن إمام زماننا لأنهم هم بعيدون عن إمام زمانهم كل هذه الحقائق تحدث عن ذلك أنا ما جئتكم بحديث من صحيفة سياسية أو من صحيفة خبرية أو من مجلة للأزياء مثلا أو من مذكرات سياسية أو من كتب الوهابية والنواصب أنا أقرأ عليكم من قرآنهم ومن نهج البلاغة ومن أدعيتهم وزياراتهم ومن رواياتهم وأحاديثهم أنني أقرأ عليكم مواثيق بيعة الغدير فأين مراجع النجف وكربلاء هؤلاء الحمقى الأغبياء السفهاء الناقضون لبيعة الغدير أين هم عن هذه الحقائق زنوهم وزنوا أنفسكم بهذه الموازين قبل أن يظهر إمام زمانكم أو قبل أن تموتوا على هذا الدين القذر الوسخ على دين المرجئة والبترية والنواصب ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون مع كل هذه الحقائق الأئمة تركوا لنا الأحاديث التفسيرية ومع ذلك صاحب الزمان في زمان الغيبة إضافة إلى الأحاديث التفسيرية هو يرمي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه المخلصين ويرمى بالتفسير في مسامعهم من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم صاحب الأمر بالوسائط والأسباب والسبل ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قلت وما يعني بالتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تمثل لنا الحد الأعظم والحد الأكبر للكتاب لذا دائما أقول من أن الآية هذه هي الآية الحاكمة على الكتاب كله بل هي حاكمة على النبوة كلها وحاكمة على التوحيد كله وحاكمة على الدين كله في ظاهره وباطنه الآية صريحة وواضحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إنها الرسالة التي تجتمل على التوحيد ونبوة محمد وسائر التفاصيل والقرآن جزء من نبوة محمد صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس الذين يرفضون بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون الذين رفضوا بيعة الغدير أساسا أو بايعوا ونقضوا نقضوها وفقا لطريقة نواصب السقيفة بني ساعدة أو نقضوها وفقا لطريقة السقيفة بني طوسي بني مرجعية بني نجف سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة الآية واضحة وصريحة جدا وهي التي أجملت لنا كل المطالب التي قرأتها عليكم ما قرأت عليكم من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة ما قرأت عليكم مما جاء في زيارة الجامعة أو في زيارة آل ياسين ما قرأته عليكم من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير التي تجتمل على مواثيق البيعة ما قرأته عليكم من تفسير العياشي من الأحاديث التي جاء فيها من أن الذي يفسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر إلى بقية المضامين وما قرأته أيضا من القرآن نفسه من سورة آل عمران من الآية السابعة بعد البسملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى بقية المضامين التي أشرت إليها والتي أجملها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا ما إن تمسكتم بهما كل المضامين بمثابة شرح وتفصيل لهذه الكلمة الموجزة الأمة حين ارتدت لأنها كفرت بهذه الوصية بعدما قتل الصحابة رسول الله الأمة ارتدت في سقيفة بني ساعدة لماذا؟ لأنها كفرت بوصية رسول الله والأمة حين ارتدت بعد قتل الحسين لماذا؟ لأنها قتلت الحسين وقتل الحسين كفر بوصية رسول الله وشيعة ارتد بعد انتهاء الغيبة الصغرى وعند ابتداء الغيبة الكبرى لأنهم كفروا بمضمون بيعة الغدير مضمون بيعة الغدير هو هذا حديث الثقلين هي هذه الحقائق التي احدثكم عنها اعود الى دعاء الندبة الشريف اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده حدود الكتاب هي هذه الجهات التي ينتهي عندها الكتاب تنتهي عندها معارف الكتاب هذا المراد من حدود الكتاب وليس المراد من الحدود حد الزنا عملية الاماتة للكتاب كله ما قيمة حد الزنا وكم مرة سيجرى الحدود هي هذه الحقائق التي حدثتكم عنها أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده الطرف الآخر قام بعملية إماتة وعملية الإماتة بالضبط المنهج الذي يتناقض مع الحقائق التي طرحتها عليكم قبل قليل وهذا هو منهج مراجع حوزة النجف وكربلا الذين فسروا القرآن من مراجع حوزة النجف ومن مراجع حوزة كربلا هم الذين قاموا بعملية إماتة كتاب الله وهذا هو الارتداد هذا هو الارتداد بعينه ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم ماذا نقرأ في الجملة التي بعد هذه الجملة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله أهل الدين موتى أيضا مرتدون ما هو المرتد ميت القرآن هكذا يقول ما أنا الذي أقول إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة أو من كان ميت فأحييناه بأي شيء بمعرفته لإمام زمانه فأحييناه وجعلنا له نورا إماما معرفة بإمامه يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الذي ارتد عن إمام زمانه هكذا الأمة ارتدت بعد أن قتل صحابة رسول الله قتلوه بالسم وعقدوا بيعتهم في سقيفة بني ساعد هذا هو حال الأمة بعد أن عقدوا البيعة في سقيفة بني ساعد سلمان والمقداد وأبو ذر هؤلاء هم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ بِعَلِيٍّ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ هذا سلمان المقداد أبو ذر وأمثالهم على طول التأريخ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها هؤلاء هم أئمة السقيفة بني ساعد ومن والاه ومن تابعه وهؤلاء هم هم الذين قتلوا الحسين وحال الأمة بعد مقتل الحسين هو هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهذا هو حال أكثر مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى والدليل فتاواه هذا الذي يصدر الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة هل ينطبق عليه ما جاء في أول الآية أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس بالله عليكم بالله عليكم ماذا تقولون أو أن آخر الآية آخر ما جاء في هذا المقطع من الآية كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الذي ينطبق عليهم ينطبق على المرجع الأعلى وعلى المراجع الباقي الذين أصدروا ويصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة ماذا تقولون أنتم هؤلاء لهم نور يمشون به في الناس أم أنهم في الظلمات ليسوا بخارجين منها وحق الزهراء البتول هؤلاء في الظلمات ليسوا بخارجين منها أي نور لهؤلاء هل لهؤلاء من نور حتى يصدر الفتاوى من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة من تفعل فتاواكم وتفعل صلاتكم وتفعل دينكم وتفعل عوزتكم القذرة أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها أعود إلى دعاء الندبة الشريف أين محي معالم الدين وأهله معالم الدين إنها العقيدة أماتوها أماتو العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم يا علي أنت أصل الدين مراجع النجف وكربلاء أماتوا هذه العقيدة الأصيلة الصحيحة السليمة وجاؤونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة قالوا لنا إن أصول الدين خمسة جعلوا الإمامة أصلا خامسا ولكنهم يعتبرونها فرعا ليس أصلا يضحكون على الشيعة يقولون لهم هذه أصول الدين إنهم يجعلون الإمامة من أصول المذهب أصول دينكم يا أيها الشيعة هي أصول دين الأشاعر النواصب التوحيد النبوة المعاد الإمامة والعدل من أصول المذهب سلوهم سلوا مراجعكم الثيران كي يخبروكم عن ذلك وقرأوا أجوبتهم على مواقعهم الألكترونية وعودوا إلى رسائلهم العملية إلى الرسائل التي كتبت فيها العقائد الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين يضحكون عليكم يقولون لكم إنها من أصول الدين أصول الدين الذي ينكرها يخرج من الدين الذي ينكر الإمامة هل يخرج من الدين هل يقول بذلك أحد من مراجع النجف وكربلاء الثولان لا يقول بذلك أحد منهم لأنها ليست من أصول الدين هي من أصول المذهب هي من فروع الدين فأمات العقيدة ولذا فإن الإمامة في مواجهة أمة أماتت الكتاب وأماتت حدوده وقواعده وفي مواجهة أمة أماتت معالم الدين أماتت العقيدة الصحيحة فصاروا موتى صاروا موتى أين محي معالم الدين وأهله أهله عامة الشيعة أما هؤلاء الشياطين أهل المراجع هؤلاء أعداء صاحب الزمان ولذا سيخرجون إلى قتاله سيخرجون إلى حربه هذا واضح في الروايات والأحاديث أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هو مؤمل أن يقف في وجه الذين أماتوا الكتاب وحدوده في واقعنا الشيعي من هم الذين أماتوا الكتاب وحدوده مراجع النجف وكربلاء تفاسيرهم تدل على ذلك فتواهم تدل على ذلك طريقة استنباطهم تدل على ذلك لا علاقة للقرآن عندهم في عملية الاستنباط لا من قريب ولا من بعيد لا علاقة للقرآن عندهم في استنباط العقيدة إنني أتحدث عن القرآن المفسري بتفسيرهم لا أتحدث عن القرآن المفسري بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة أو بتفسير نواصب سقيفة بني نجف بني مرجعية من تفع على تفاسيرهم وتفع على منابرهم القذرة التي يضحكون بها على الشيعة يفسرون القرآن لهم وفقا للمنهج العمري هؤلاء الخطباء على المنبر من أمثال الوائلي والذين على منهجه في كل كلمة على منابرهم يقومون بعملية إماتة للكتاب وحدوده وهم في مواجهة المشروع المهدوي المشروع المهدوي هذا مشروع لإحياء الكتاب وحدوده في مواجهة الذين يقومون بإماتة الكتاب وحدوده من هم الذين يقومون بذلك العتبات المقدسة حينما يعقدون مجالس القرآن ويقرؤون وفقا لما عليه النواصب ويفسرون القرآن وفقا لما عليه النواصب قراءة وتفسير الفضائيات الشيعية خطباء المنبر الحسيني مفسر الشيعة مراجع التقليد حينما يجيبون على الأسئلة وحينما يستنبطون الأحكام إنهم يفهمون الآيات وفقا للمنهج العمري بعيدا عن تفسير العترة الطاهرة لقرآنه وجميع الشيعة يركضون وراءهم الجميع نقضوا بيعة الغدير بشكل مباشر وبشكل غير مباشر أصلا الشيعة بايعوا وهم لا يعلمون على ماذا بايعوا الذي يوقع على عقد مهم وهو لا يعرف ماذا في العقد هذا إنسان أم حمار ماذا تقولون عنه مطي هذا لو مو مطي يعني ابنك إذا موقع على عقد مهم وهذا العقد بأمور خطيرة وما قرى العقد شي تقول له مو الضربة بالنعال تقول له لك أنت مطي أنت مش الشيعة شلون بايعتوا بيعة الغدير وأنتم متعرفون مضمونها وتصورون أن مراجعكم أو فياء لبيعة الغدير وهم أول الغادرين ببيعة الغدير وتمشون وراهم مطايا أنتم لو مو مطايا شي تقولون أحبائي يا أيها العباقرة النوابق مطايا لو مو مطايا أنتم شلون بايعتوا بيعة الغدير وأنتم متعرفون مضمونها مضمونها في أول مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وهذا ما نقضه الطوسي في تفسيره منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين نقل لنا تفسير النواصب في تفسيره التبيان القذر وسار مراجع الشيعة على منهج الطوسي في هذا التفسير خطباء المنبر الحسيني ينقلون هذه القذارات من هذه التفسير الوسخة فينقضون بيعة الغدير يساهمون جميعا الشعراء الرواديد الخطباء المراجع في إماتة الكتاب وحدوده إنهم في مواجهة صاحب الزمان ولذا من الطبيعي جدا أن يخرج هؤلاء جميعا لحرب الحجة بن الحسن ومن الطبيعي جدا أن يبدأ الإمام بهم فإذا ما خرج الإمام بدأ بكذابي الشيعة هؤلاء هم كذابوا الشيعة يقولون نحن نحيي الكتاب وهم يميتونه أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هناك جهة تعاديه تحاربه إنها الجهة التي أماتت كتاب الله وأماتت حدوده قلت لكم زنوا أنفسكم هذه موازين أهل البيت التي قرأتها عليكم وزنوا مراجعكم بهذه الموازين كي تعرفوا حقارته وقذارته هذه الموازين أنا ما جئت بها من بيت جدتي أو من بيت خالتي قرأتها عليكم من قرآنهم المفسر بتفسيره قرأتها عليكم من كلام علي في نهج البلاغة الشريف من الزيارة الجامعة الكبيرة من دعاء الندبة من زيارة آل ياسين من أحاديث الباقر والصادق في العياش من خطبة رسول الله في بيعة الغدير إلى بقية النصوص التي أوردتها لكم زنوا أنفسكم بهذه الموازين هذه العبائر بحاجة أن أقف عندها طويلا لكنني أرى وقت الحلقة قد انتهى أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده تدبروا في هذا هناك جهة في مواجهته أماتت كتاب الله وحدوده شخصوها وفقا لهذه الموازين التي وضعتها بين أيديكم إنها موازين العترة الطاهرة موازين بيعة الغدير هذه على هذا بايعتم هل تعلمون أو لا لو أنتم مطاية بايعتم وما تدرون على شنو بايعتم شا تقولون أنتم أنتم مطاية لو بشر إذا بشر لازم تعرفون على شنو بايعتم وإذا أنتم مطاية شنو أقول لكم شنو أقول لكم أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أتحفو على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنم تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قل مستعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاق أهمي شنو كما تقول خلاق أهمي جميع تبقوا لأفو كان حالة الفضل فقوش ديخ تعرف فقوش والنص عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضها قال تركب مثل ما ركب نعم وغاية ديخ مش ديخ لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة موسيقى يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة ابعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم بشنو أعظم اسمع أعظم بلد بالعالم انته بها الحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وأنتم عليهم راضين يظلموكم وأنتم عليهم راضين ركبوكم باسمي الشرع والخدع دينية وتعليه حصرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسمي الشرع والخدع دينية وتعليه حصرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع واده امرضة تفسح نناديا نناديا واحد نناديا نناديا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عمان الله